اهلا بيكو بعد الفاصل وارجعنا لكو بعد الفاصل بدكتور شاكر يحيى شاكر بناء على رغبتكو وعلى الصفحة جالنا اسئلة كتير من الحلقة اللي فاتت ان عايزين نعرف اكتر عن نحط القوام عايزين نعرف اصار الجانبية العملية تنفع لوحدة مثلا وهتحمل بعد كده ولا لأ كل ده هنعرفه من دكتور شاكر يحيى شاكر اخصائي جراحات التجميل والعناية بالشعر والبشرة اهلا وسهلا يا دكتور من الحلقة اللي فاتت والاسئلة كتير جدا عايزين يعرفوا اكتر احنا سريعا هنعرف تاني نحط القوام تمام وهنرخش بقى على الاسئلات تانية الحقيقة ونحط القوام زي ما قلنا مرة اللي فاتت هو عبارة عن اعادة لتوزيع الدهوم في الجسم فاحنا بنبتدي نعمل عملية شفط الدهوم من منطقة وبنبتدي بعد كده نستغل الدهون اللي احنا خدناها ديات ان احنا نحقنها في اماكن تانية فبنعيد توزيعها تاني عشان نبتدي نوصل للشكل اللي احنا عايزينه للجسمية طيب تمام ليه اثار جانبية سؤال دك اتقرر كتير جدا يمكن احنا كنا ابتدينا مرة فاتت في موضوع الاثار الجانبية وقلنا ان العملية دي او الاجراء لان انا الحقيقة مش بحب اسميها عملية بمعنى العملية يعني الاجراء ده لو اتعمل بالطريقة والترتيب الصحيح مش هيبقى فيه اي مشاكل بداية اولا من عمل الفحوصات اللازمة اللي بتؤكد ان المريض بصحة جيدة فبالتالي ينفع يعمل العملية ثانيا بعد كده الاجراء انه يكون صحيح ويكون باحدث الاجهزة وعلى ايد متخصصين ده بيضمن نتائج احسن وما فيش اي اعراض جانبية اما لو اتكلمنا بقى على اعراض الجانبية للناس يعني عايز اعرف بالزبط ايه اللي ممكن يكون بيحصل في العملية فاحنا ممكن نتكلم عن شوية زرقان في المكان اللي مشفط منه الدهون ده نتيجة لشفط الدهون واستخدام الالات بتاعتنا لو هنتكلم ان الفتحة الدقيقة جدا ديت يعني احنا بناخد فيها غرزة ولا حاجة فيعني لو هنتكلم انه لأقصر حدود ايه اقصر مضاعفات ممكن تحصل عدوى يعني تيجي في المنطقة اللي فيها الغرزة ديت لكن في الاخر الموضوع كله مضاعفات بسيطة جدا طالما اخدنا الاجراءات الصحة والفحصات الصحيحة فالحمد الله عملية يعني شفت الدهون ونحت القوام دلوقتي اصبحت اجراء بسيط جدا بيعملوا الناس عايز اقولك ان فيه ناس دلوقتي بتعمل العمليات ديت مرة كل سنة ومرة كل سنتين من بساطة الموضوع يعني لان المريض بيتعافى خلال يومين ثلاثة بعد العملية ويعيش حياته طبيعي طبعا بس بأكد تاني لو عملنا الفحصات اللازمة واستخدمنا الاجهزة الحديثة المزبوطة لكل حال مع الدكتور استحى حد متخصص مش اي حد لان طبعا العملية دي فيها ناس متخصصة وفي ناس بتبقى مدعية وده اللي بنوجهه يمكن كتير اليوم من دولة طيب من ضمن الاخر الجانبية اللي ناس بتكلم عنها فيه كده برضو كان زمان بيقولوا على عمليات ده دي هياخد فيتامين مدى الحياة فهي بس مختلط الامر فالناس عايزة تسأل فنوقع لا هو الحياة الناس مختلط الامر بينها ما بين عمليات نحت القوام وشفط الدهون وحقن الدهون وما بين عمليات تحويل المصار والتكميم والكلام ده الحياة ببساطة يعني عشان بس الناس تفهم يعني الناس العادية تفهم الموضوع يعني شفط الدهون انا بشتغل على طبقة الدهون الزيادة اللي موجودة في الجلد فالحقيقة انا مليش دعا بقصة الفيتامينات خالص ولا نقص الفيتامينات اما تحويل المصار او الحاجات اللي بتستهدف ان المريض بيبتدي مقدرش يأكل اكله الطبيعي لازم طبيعي انه ياخد معاه فيتامينات لان انا حرمت جسمه من كل الفيتامينات اللي كان بياخدها الفترة دا انما من حيث شفط الدهون ونحت القوام لا او موش علاقة خالص بالفيتامينات تماما يعني لانه عايش حياته طبيعي وبياكله اللي هو عايش في اكلات معينة حضرتك بتمنحها؟ لا انا بعمل لهم نظام غذائي بعد العملية تمام عشان يبتدي يحافظ على النتيجة لان النقطة مهمة جدا انا بكرر ان عملية شفط الدهون هي كلها في منطقة الدهون انا كل اللي انا بعمله بعيد توزيع الدهون لو اللي عمل عملية شفط الدهون او نحت القوام ملتزمش او حافظ على النتيجة دي بالرياضة او بنظام غذائي صحي كل الدهون دي هترجع تتراكم تاني ده مش هيمنع مدى الحياة صحي ولذلك شفط الدهون من العمليات اللي ممكن ترجع بسهولة جدا لو المريض ملتزمش بالتعليمات والضيط فيه برضو جملة جات لي تجميد الدهون يعني ايه تجميد الدهون؟ يعني ايه تجميد الدهون؟ تجميد الدهون هو تفتيت الدهون بطريقة بس مش جراحية يعني اعتبر شفط الدهون ده ده عملية جراحية تعتبر كانت عملية جراحية واحنا خلناها اجراء بسيط الحمد لله دلوقتي اما تجميد الدهون فهو فكرة الكرايولايبولوسيز الكرايولايبولوسيز هي اجهزة تتحطى على مناطق معينة في الجسم اللي بيبقى فيها تركيز الدهون اعلى فيبتدي يحصل ان احنا بنجمد الدهون دي عند مينس 3 او مينس 4 فالدهون دي بتتجمد فإن اللي بيحصل في الخلايا الدهونية لما تتجمد؟ خلال 40 يوم بعد التجميد دوت بيبتدي تتفتت فحاجة اسمها أبوبتوزز أبوبتوزز هو الجسم بيبتدي يحضر الخلايا ان هي تتفتت وتموت وبالتالي الكرايولايبولوسيز بيقوم بتجميد الدهون لحد ما توصل الخلايا الدهونية لدرجة حرارة معينة فتتفتت خلال 30-40 يوم وبيتم شفتها هنا؟ لا الحياة ان الاجهزة الكرايولايبولوسيز تعتمد انه بعد ما بنعمل تجميد للخلايا الدهونية دي وتبتدي تموت بنبتدي نعملها حاجة اسمها درينج نصرفها ولكن هي بتخرج من الجسم عن طريق الإفرازات العادية بتاعت الجسم دي مش عايزة أي إجراءة بالضبط دي بتبقى أجهزة معينة بتتعامل على طريقة سيشن أو جلسات بتتعامل جلسة كل أسبوعين جلسة كل تلاتة حسب كل حالة ودي بيبان بعد قد إيه؟ الحقيقة هي نتيجتها عمرها أبدا ما هتبقى زي شفت الدهون لأنه أمر ما حاجة من برة بتجمد الدهون ما هتبقى زي حاجة أنا بسحب الدهون كلها وبطلحها برة فيانا تجيتها ببان على مدار شهور وعلى مدار جلسات كتير ولكن ومحتاجة حالات معينة يعني مش أي حد عنده دهون ومنطقة كبيرة أقدر أن أنا أقول له تعالى يعمل كرايو لا هي حقيقة لسألة السؤال ده كانت متخيلة أن تجميد الدهون يعني بنجمد الدهون وبنسحبها بالمنظر لا لا بالعكس إحنا محتاجين نفتة الدهون عشان نسحبها بالمنظر وده اللي بيحصل في العمليات بتاعة شفت الدهون طيب عمليات شفت الدهون بتتشفت بس بالمنظر يعني حالك بتعمل أجهزة أو حاجات على المكان الدهون بتسيح وبيتم شفت الدهون صحي كده؟ لا أنا أقول لك على حاجة هو أولا هو ما سموش منظر هو اسمه كانيولة شفت الدهون تمام هو فعلا فتحاته دقيقة زي المنظر إنما إحنا في البداية خالص إحنا بنحقن محلول تحت الجلد من الفتحة الدقيقة دي هو اللي بيبتدي يحضر لي الدهون اللي جواه دي إنها تطلع المحلول ده بيبقى ببساطة عبارة عن محليل سوائل معها مجموعة من الأدوية بتسيح الدهون بالزبط هي فعلا بتعمل كده بتسيح الدهون وتخليلي ببساطة جدا أول ما بتدخل الشفات بتاع الدهون كل الدهون اللي جواه دي بتجري على طول على الإيه شفات لبرها طيب الدهون دي لما خرجت حضرك قلت لي ممكن نحقنها في مكان تاني طيب لو أنا دلوقتي أنا مش محتاجيها دلوقتي بس عايزة أخليها موجودة فيما بعد أحتاجها بيتم فعلا برضو تخزينها الحقيقة إحنا ممكن ناخد الدهون اللي إحنا طلعناها دي ونبتدي نحفظها في الفريزر بنعالجها بطريقة معاناة ونحط عليها مضط ضحايا وكده وبتدي نحفظها إيه في الفريزر ولكن يعني بيختلف طبعا إحنا نقدر نخليها في الفريزر دي تقدي خلينا متفقين إن إحنا طول ما إحنا بنحفظها طول ما إحنا معرضين الدهون دي أنها للعدوى آه هي أفضل إنها تتسحب وتتحقن في ساعتها طبعا أحسن نتيجة لها في وقتها على طول إنها تتحقن طيب معاناة مدخلة تفضلي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي يا أستاذة إزاي حضراتك عملا إيه أه لا يخليك أنا مدنة لمياء آه عاشت الأساني أهلا وسهلا أهلا يخليك من فضلك عايزة بس أسأل الدكتور في حاجة لو سمحت الدكتور معيك تفضلي يا حضراتك تفضلي سواح الخير يا دكتور سواح النور لو سمحت يا دكتور بس أنا عندي والله يعني سؤال كده عايزة أسأل حضرتك وأرجو لك تطميني من فضلك أنا جسم كويس مفوش حاجة بس عندي الدهون يعني معظمها متراكمة في منطقة البطن تمام فأنا مش عارفة أعمل ريجيم يعني بس كنت عايزة أسأل هو ينفع إن أنا أعمل عملية شفت الدهون دي من البطن من غير ريجيم طيب يعني حضرتك لك أي سؤال يا لأ يعني حاك بس السن كده ممكن عارف السن حضرتك قد إيه أولا لأ أنا كبيرة شوية عندي ربنا يخليك تفضلي اسمعينا طيب هي يعني طبعا هي بتتكلم على الداعي الأساسي للموضوع شفت الدهون اللي هو السمنة الموضعية وإن حد جرب دايت كذا مرة وبيخس كله وبييجي على حساب بقى الوش والدهون الوش بتبتدي تنزل وكل الكلام الجلدي بترهل وبطنه لسه زي ما هي فيمكن هو دا أحسن حاجة بنعمل عشان هشوفت الدهون إن إحنا كده بنبتدي هنشفت الدهون اللي في منطقة معينة لكن دا غير حالتها هي مش عارفة تعمل ريجيم ما هي مش تعمل ريجيم وإحنا هنشحب الدهون اللي موجودة في البطن الفكرة بقى هي هتحافظ على النتيجة دي ازاي لازم ساعتها هتلتزم بشوية تعليمات زي الدايت عشان ما ترجعش تين بالزبط يعني ألعف الإيمان الرياضة يعني مش أقولك إن هي تعمل دايت بقى وكلامنا لا هي بس تعتمد على الرياضة رياضة بسيطة جدا في البيت وهي قاعدة على المنطقة اللي احنا عملناها طبعا النتيجة بتستمر وتبقى جميلة جدا طيب حاجة سألتها على السن هو السن بيفرق مع حضرتها دايما أنا حب أسأل على السن الأسباب كتيرة عملية شفت الدهون هي مش العملية الوحيدة اللي احنا ممكن نعملها كجرحين تجميل لإزالة البط احنا عندنا حاجات تانية غير شفت الدهون احنا عندنا حاجة سمها الشد الكامل للبط دا بيشتغل على العضلات وعلى الدهون وعلى الجلد اه صحيح بقى دا بيبقى فتحة كبيرة بس النتيجة طبعا بتاعته انه بيعتملها شد العضلات انا مش بفضلها في السن اللي بعد الاربعين خمسين سنة بحبها دايما في السن خلاص مثلا بنت خلصت ولادة مش عايزة تتخلف تاني طبيعي بقى ان العضلات بتترهل بعد الحمل فبالتالي احنا بنسألها قد سؤال انت خلصت خلاص ولادة يعني ناوية تاني ان شاء الله ولا خلاص لو قالت لا خلاص انا كده الحمد لله مش عايزة اولاد تاني بنبتدي احنا كمان ناخد البطن بقى زي ما نقول احنا من جوة لبرة الطبقات كلها طب لو قالت لك انا ناوية تاني يعني احد جدت في وحي يوفضل انه بلاش ليه لان انا دلوقتي ايه احلى حاجة في عملية شد البطن الكامل ان انا بخيط العضلات من جوة اه بترجحها تاني طبعا العضلات بترجح العضلات الطبيعي والشكل بيبقى رائع فلو هي ناوية ان هي بلانينج ان هي تخلف تاني لا تخلص وبعد الآن هو لن يضر على فكرة بالولادة لان احنا العضلات دي مش بنقطعها احنا بنخيطها زي ما تقول بنطبقها الجوة يعني ليه عشان لو لا قد يعني افرد حصل افرد حصل حمله هي حتى لو ما مش مرتبة بس حصل حمل العضلات دي ما تعقش الجنين لا هي ترجع ترخي تاني لانها مش مقطوعة هي متطبقة طيب معانا مدخلة مروة تفضلي ازايك يا دكتور ازاي حضرتك الدكتور معاك الحمد لله عايز اعرف حضرتك سؤال تفضلي انا كنت والدي قيطري مرة وانا في الوقتي حامل وبفكر ان انا اعمل عملية شفت دون اثناء الولادة بس فيه ناس بتقول صحة وفيه ناس بتقول غلص انا عايز اعرف ايه الصحة وده هلا هيؤثر علي باثناء الولادة بعدما خلص ولا لا عايز اعرف الصحة ايه ليك سؤال تاني يا مروة لا مرسي يا ويش طيب تفضلي اسماعي الحقيقة ده من اهم بقى سؤال مهم جدا يعني ده اكتر سؤال بتتسأله عندنا في العادة تصراح تلاقي دايما تخشي لي انا هولد وممكن بالمرة اعمل بقى شد بطني يعني الحقيقة ده استسهال يعني هو ده مش كسد هو مش هفوف يعني يبدو لك خلاص اه انا هفتح مرة واحدة فاعمل كل حاجة طيب خليني اقولك بس ببساطة يعني حاجة ويمكن انتو هتردوا علي الوقتي انا لما البنت خلاص تبقى حامل وبعد كده بتولد هل الرحم دوت بيرجع في وقته على طول بياخد 40 يوم بالظبط بياخد 40 يوم لا وكمان ده كترة النساء بيقولوا مش هفت تلبسوا حزام البطن والكلام ده لحد ما الرحم يرجع لمكينة فخلينا نقول ان انا وفقت ان احنا نعمل العملية بتاعة شد البط في نفس وقت الحملة يعني الولادة هعمل ايه هشد البط على الرحم اللي هو الكبير ده طيب هيرجع الرحم هيتراهل خلاص طيب انا انا صادقتي قالتلي هي عاملة حاجة شفت دهون تمام مش 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 شد في وقت العملية في وقت العملية اه مفيش مشكلة ده ممكن ده ممكن يتعامل عادي جدا وان كنت انا مش مفضله عشان حاجات تانية مش مستاهل الموضوع ان انا مع اجراء بسيط زي شفت الدهون ما يخوفشو نفس تعمله خلاص دلوقتي اخلص ورحم يرجع تاني وكل حاجة وبعدين اعمل العملية ده الوحدة والاجراء ده الوحدة ولو هعمل شفت الدهون هي الفكرة شفت الدهون ده في الدهون مش ده عبقى بالقصة بتاعت الرحم والكلام ده كل طيب بس انا ليه احط سترس على سترس يعني انا في ولادة وتعب الحمل الوحدة طبعا والكيصرية برضو تعبها هل هو ينفع شفت الدهون ينفع شفت الدهون ما ينفعش شد للبطن اثناء الحمل الولادة نفسها يعني خلينا بس نفرع عشان امورته قاضحة شفت الدهون ده بيشتغل على طبقة الدهون اللي تحت الجلد اما شد البطن الكامل فده بيشد العضلات ويشيل الدهون وبيشد الجلد الزيادة بسي عايزة لما تخلص خالص والرحم يرجع يستقر في مكانه عشان يتعمل على الوضع الصحيح طيب هادلوقتي حاليك بتقول اجراء النحت او الشفت اجراء بسيط جدا طيب هو مش هيحتاج بقى ان هو يخش ان هو يشد ان هو بطن كبيرة جدا لما هو شد منها دهون او شفت منها دهون بقى فيه تراهولات هيحتاج للشد بقى تصبيت العضلات صحيح ولذلك اول حاجة كنت قلت احرك عليها ان احنا لازم اللي بيعمل العملاء دي يكون مختص ليه لان هو اهم حاجة في الموضوع ده هو القرار انا امتى هقول للمريضة دي انت يحتاجي شفت دهون وامتى اقول لها لأ انت مش ينفع ماكي شفت دهون انت يحتاجي شد للبطن عشان اشيل الجلد الزيادة هو ده بقى اللي انا هقدر اقيم بمعنى ايه ان مش معقولة واحدة قبل كده خلفت 4-5 مرات وعندها البطن مترهلة جدا 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 وانا اقول لها هتعمل شفت الدهون هاشيل ايه يعني من البطن هاشيل ربع البطن في اللي هو منطقة الدهون دي هيب عندها جلده مترهل جدا يديها شكل اوحش من قبل العملاء هيب عندها العضلة مؤثرة جدا على شكل بطنها نفس الكلام يجي لي واحد رياضي جدا بيلعب جم مثلا احاجة قديله فترة وجايل لي عايز يعمل شفت دهون عنده منطقة بتاعة البطن برضو عالية هل ده انا لو عملت له شفت دهون هو هيستفيد لا مش هستفيد لا هيبكي تراهل مش كده كمان هو العضلات بتاعته عنده حاجة اسمها دهون داخلية او دهون داخل الامعاء دي الحقيقة احنا مش هنقدر نجيبها بشفت الدهون فبالتالي القرار بيفرق اوي في العملية دا دي نمر واحد طيب انا لو قررت ان انا واحدة مثلا نقول دهون متوسطة او خفيفة وانا هعملها شفت دهون شفت الدهون دا ليه طرق كتير جدا فيه شفت الدهون الميكانيكا او التقليدي او العادي خلص اللي احنا بنعمله وفيه كمان حاجة متقدمة اللي هي الفيزر دا دلوقتي غير لنا تماما شكل عمليات الزي شفت الدهون شفت الدهون العادي كنا بنفتح فتحات دقيقة بكانيولات رفاية اوي كده هوت وكنا بنسحب كل الدهون اللي موجود بس احنا كده ما عملاش اي حاجة في الجلد كنا بنعتمد ان الجلد بيشد ازاي لما المريضة تلبس الكرسي اللي بعد العملية هيبتدي يشد طيب لا فيه دلوقتي حاجة اسمها فيزر فيزر هو عبارة عن موجات صوتية وحرارة بتبتدي تدخل قبل ما عمد شفت الدهون ده خاص يعني من نفس الفتحة الدقيقة دي بدخل جهاز دا الاول بالضبط دا ملوش علاقة بالشفت خاص دا موجات صوتية فتتلي الدهون البعيدة والدهون اللي لمشة وصلها وفعلا الدون ساعتها بتطلع كده عاملة زي السائل بالضبط بس دا مستو اي بقى ان الحرارة والموجات الصوتية اللي بتنتج من الجهاز بتاع الفيزر دوت بيبتدي يشدلي الجلد جامد جدا لانه بيحفز الكولوجين والحاجات اللي تحت الجلد ببتدي اول انه ببتدي شفت بلاحظ على طول ان الجلد بيرجع بيشد على الايه على المكان وخلاص بعد كده بقى لبس الكرسي لوحده كده اه من الحرارة والحاجات اللي انتجت خلاته يلزق على المكان على المكان تحته يبقى ايزا عندنا الميكانيكا البسيط دا ملوش علاقة بالجلد كنا بنعتمد على الكرسي اما في الفيزر فلأ بقى دلوقتي في حاجة يعني حرارة والترسونيك ويفز وكده بتبتدي تشد الجلد على المكان ثم دلوقتي عندنا كمان حاجة احدث من كل الكلام دا اسمها جيب لازما والجيب لازما دوت برعا حاجة بالطبع مثل المسدس كده من نفس الفتحة الدقيقة دي بنشفت الاول الدهون كلها ثم بنعدي الجيب لازما دوت تحت الجلد دا بيعمل شد رائع جدا للجلد او الناس يعني معروف يمكن تعرفوا اكتر بحاجة اسمها الشد الايوني الشد الايوني دا دلوقتي هو احدث حاجة في الموضوع بنقدر نشد بيه الجلد من درجة نحن ممكن نشد بيه جلد ومتعرها لحد لا مفوش دهوت شانك دا النسبة اتمستسهلها دكتور لان الاجراء كلها حاجات فتحة دقيقة مفاش تعب كلها يعني الاعفاء بعد العملية على طول يومين ثلاثة وخلاص طيب من ضمن السؤال برضو جيلي احد بيسأل هو الوجهة داخل برضو في نحت الجسم يعني ممكن حد واحدة رفايع بس تقولي انا وشي كبير شوية بيبقى ممكن ولا بيبقى صعب شوية مفيش حاجة اسمها شفت دهون للوجه يعني الوجه مش من العمليات اللي ينفع نعملها شفت دهون هي عند منطقة الرقبة اللي هي اللغة لسه كنت قولها حوالك يعني منطقة الرقبة او الدابل تشين هي دي منطقة الوحيدة اللي بنعمل لها شفت للدهون ولكن الحقيقة ان الوجهة عمتا اولا هم دايما الناس تحب يعني تملى الوجه مش تشفت ولأ هي منطقة اللي هي تحت الوجه اللي تحت الوجه اه دي ممكن نعملها شفت للدهون وطبعا بتبقى الكانيولا بتاعتها اجازتها حرفيعة جدا عشان هو يدوبك هيدخل في المنطقة ده وفيه كمان طرق غير جراحية في الوجه بقى عمتا ان انا انحته بمعنى اصح اقل المنطقة زي الميزوسيرابي بمختلف انواع مجموعة من الادواء بتعامل تتحقن في المكان على مدار جلسات طبعا لان الدهون كمية الدهون الموجودة في الوجه اصلا صغيرة مش كتير بالضبط فممكن بالجلسات ده تتحسن جدا طيب بنسبة للدراع دكتور برضو بيبقى الاجراء بتاعه عامل نفس الطريقة بالضبط هو الموضوع كله بيختلف ما بقاش بقى فتحة من الكوع للاخر الدراع وكده زي زمان ده اللي هو شد الدراع ده شد لكن انشافت الدهون بالضبط نفس الاجراء البسيط فتحات دقيقة جدا منبتدي ندخل منها الجهاز بتاعنا ونشفت الدهون وهو ما بيبقاش فيه تراهم نفس الحكاية هلبس لازم الكرسيط هعمل بالفيزر هعمل الجيب لازم اللي عنا عليه والشد الايوني كل ده هتدي يعمل على الجهر ايه الحاجات اللي في الجسم اماكن في الجسم ممكن حاجة تقول لا دي مش هتنفع ولا كله اولا لو لقيت منطقة كبيرة جدا 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 اكتر من فكرة ان انا اشفتها بس بالضبط او شفت الدهون مش هيقصر فيها هيقصر بس هيقصر بالسلب على الجلد لان الجلد هيترهل كله تبقى ما ماتش حاجة وصلت برضو الشكل مش مرضي للمريضة لازم ينزل شوية مثلا بالضايت ولا بيبقى نظامها اجراءها ايه ببتدي اخد اجراء تاني مش بعمل عمليات الشفت بقى بعمل عمليات الشد اه الشد خلينا نفرق بحاجة بسيطة جدا ايه الفرق بين الشفت وبالشد الجلد الجلد هنا بيتشال بيتقص وبيتاخد وغيره زي ما حالك كنت بتقولي ده بقى الفتحة الطويلة ولا في الدراع زيها بتبقى فتحة كبيرة في البطن لو هعمل شد البطن زي القيصرية كده بس بتوصل للجنيب ده الفرق بين الشد والشفت بس ببساطة وده حضرتك اللي بتكرره حسب المريضة طبعا طبعا لازم انا اللقاء طبعا يا دكتور لحلقة نورتنا ان شاء الله سيكون لنا لقاءات تانية لاني لست فيه مواضيع كتير كمان عن الشعر والبشرة ان شاء الله لنا لقاءات تانية مع بعض شكرا لحدي الى اللقاء في حلقة جديدة ان شاء الله شكرا لحدي